وردة وباليخ حمدي وأنا عارفة الحريك برضو فيه يعني قرابة يعني مش قرابة كقرابة ولكن قرابة صداقة كانوا عاملين ازاي؟ كانوا يجننوا، يجننوا ومهما بعدو كان اللي في القلب في القلب ومهما حصل لهم من ظروف اللي في القلب في القلب يعني أنا فاكرة أن أنا عندي صديقة في لندن أيام باليخ حمدي ما كان في لندن لحن بودعك يعني أنا عارفة صاحبتي عاشت تلحين بودعك وقد إيه إحساس الغنوة الجميلة دي لما قلتها وردة يعني دي من الحاجات اللي ومهما كانوا يغنوا مع بعض يعني يكون بيدربها على غنوة ويغني معاها وعود كمان من الناس اللي عشرتهم جميلة قوي وتحبي تشوفيها وهي قاعدة كده متربعة على الأرض حتى شلت على الأرض وقاعدة وبتغني وسلطان بيلعب على العود كانت فيزة أحمد ايه العظيمة دي؟ يعني لا لا عشت مع ناس جميلة أجيال رائعة أجيال جميلة جدا ويمكن إحنا محتاجين الأجيال الجديدة تسمع وتشوف الحاجات دي عشان أعتقد دا اللي بيخليك يا حضراتك كمان أنت عرفي الفرق ما بين الحلو والوحش لما بتكباري بتسمعي الأصوات دي بتبطي يتميزي أن الصده حلوة صده أخنا في الصده لا يصلح ولما يسمعوا الحاجات دي مين يسمع وجزة؟ بس لذيذ؟ والله هي سؤال وجزة لذيذ؟ لذيذ والله طب أنا حاسأل سؤال طب المهرجانات ما بتسمعيهاش يا مادم إناس ما بتحبيهاش؟ أنا بسمع كل حاجة بحكم العمل لازم تبقي عارفة كل حاجة وعارفة مين يعني حتى لو مش نجمك المفضل المزيع لازم يبقى حياجي النهاردة نجم الشباك في الحفلات فلان يجي فلان مش مهم أنت تسمعيه بس الناس هيجوا؟ كنت بتستضيفي ناس ما بتحبيهاش ها طبعا كتير عايدي خلاص المعدة والسيدة رئيس المحطة قالت فلان النهارة لازم تؤهلي نفسك أنك دخلة للستوديو نسية كل مشاعرك برا المشاعر اللي مش كويسة خشي بروح حلوة قبلي ناس كويس هتبص تلاقي روحك حبة فحبة مش متدايقة منه صعب يعني ما مش صعب بس عايزة شوية خبر تدريب شوية تدريب بقى